اشتركوا في القناة سرد الخبر بأسلوب قصصي القصة هي عبارة عن كنز فيها المتعة فيها الخيال فيها التشويق فيها عنصر الجذب فيها البداية فيها النهاية التي تنتظرها بفارغ الصبر انا حسب رأيي القصة هي كنز يقدم الى الطفل ويستطيع ان يخترق بادواته الفنية اقصد هذا الفن القصصي يستطيع ان يخترق العقل اللواعي للطفل وهذا مهم جدا اي قصة لا تخاطب عقل الباطني هي قصة فاشلة بامتياز انا حسب رأيي يمكن ان نحول القراءة الى عادة لان المطلقي الناجح يستطيع دائما ان يجدد في اساليبه وان يمتع الطفل ما دام الطفل يشعر بالمتعة فعل يمكننا ان نمرر الكثير من اهداف التربوية والاهداف النفسية والاجتماعية والقيم الطيبة كمنع العنف والتعاون والتسامح ونحن احواج في هذه الفترة جدا بحاجة اليها يمكن تمرينها من خلال القصة وهذا ما يميز القصة ان الطفل يستوعب الهدف دون ان يكون مباشرا يكمن الحل فينا كأهل ومربينا في ترسيخ اهمية القصة التي عليها ربينا فباسلوب ممتع وكاتب مبدع يهوى اطفالنا الكتابة من جديد هذا باطفال واهمية سرد القصة وزي ما حكى امير كتير جوانب كتير ابعاد كانت ترفيهية تعلمية معرفية او حتى القصة والعلاج او القصة العلاجية بالفعل عفاف واحنا لسه كمان بمرحلة يمكن اخرى اللي بطلنا بس نهتم في انه الطفل او الطفلة يقروا كتب وانما ايضا لنوعية الكتب اللي بقروها في كتير عوامل في كتير عناصر مفروض نتطرق الها بالتحديد فيه كوقت اللي في قدامنا كتير مغريات كتير تقنيات كتير اجهزة كتير تكنولوجيا فبدنا النتاج الأدبي المفيد والكتاب اللي قد يكون الأفضل لحتى بالفعل يئروه صباح الخير لؤي أهلا الخير فيك لؤي سعد صباح لؤي وتد باحث في ثقافة الأطفال وشاب ومحرر حكاية رح نحكي أكثر في التوصيات في المعايير لاختيار الكتب كمان في المقابل برحب فيه الكاتبة أناستاسيا قرواني كاتبة ورسامة لقصص الأطفال وأيضا حاصلة على جائزة أفضل الإخراج لقصة الأطفال كوزي صباح الخير أهلا صباح النور شكرا لكم صباح الخير لك ولجميع متابعين أيضا في مدينة رمالة اللي عم تحكينا منها صباح النور وشكرا لكم على الاستطافة إذن خليني أبلش مع لؤي وتد عندنا في الاستوديو في البداية لؤي لما كانوا يسألونا وإحنا صغار شو هوايتك كنا نقول المطالعة بالأساس آه فكرة حتى نحكيها وإحنا مش عارفين إذا هي يعني هي نفسها القراءة قراءة الكتب فإحنا مجتمع شوي مبني على شعارات حتى حتى لما يقرأ بيختار الأشياء اللي ميكا سلوغنز وأشياء يمكن تكون رمزية بس اليوم بالفعل في الكتب في معايير أخرى مفروض نطلع عليها لازم نكون واعين لها كثير منيح فهيك فوتنا أنت على هذا العالم صحيح زي ما ذكرت كثير إحنا بنتطلع على الشعارات بس اليوم أدب الأطفال رايح لمحل كثير منيح اليوم كمان المحلة وكمان العالمة وفي العالم العربي كمان إحنا قاعدين بنشوف تطور رائع جدا وأنستاسيا يعني صباح الخير هي جزء جزء كبير منه يعني عمليا إذا بدنا ندور على الأمور المركزية اللي بتحول القصة لقصة ممتازة هي بداية طبعا الفكرة اللي من وراء القصة إنه القصة تكون ممتعة مش شرط إنه تكون ملاني دروس ثقافية وتربوية وتعليمية لا مهم إنها في البداية تكون القصة ممتعة في الأمثلة اللي جبتها هون أنا اخترت قصص اللي هي أكثر فيها متعة كمان من ناحية فنية كمان من ناحية القصة اللي أنا شخصيا حتى ككبير لما بكراها بستمتع فيه متعة معينة فيها لأي شو عم نقصد بمتعة يعني على سبيل المثال ممكن نكتة تكون ممتعة وممكن كمان كتاب أو نص مكتوب بدراما صح يكون ممتعة عن شو عم نحكي صحيح عمليا جبت أنت مثال النكتة ممكن نجيب مثال الفيلم كمان في اللحظة اللي أنت بتحذر إشي أو بتكرأ إشي وبتستمتع فيه ابتسامة فيه بتحس أنه بيحكي معك بطريقة معينة بتحس أنك فاهم إشي معين في المبستك حاسس أنت أنك قاعد تستفيد إشي حتى لو أنه الفائدة هاي مش في المفهوم التعليمي تبعها إنما في المفهوم الفكاهي في المفهوم المتعة المتعة على أبسط أشكالها يعني رح نفوت أكتر بتفاصيل طبعا وأنا كتير أنت حكيت على الطفولي أنا كنا نغني كمان ماري هاد لتل لامب أنت هون غيرت لليزرد رح نسأل كمان شوي عن هذا الكتاب رح نحكي عن اللغة الإنجليزية ومش بس القراءة والمطالعة يا أمير باللغة العربية لؤي اسمح لنا نرجع لأناستاسيا عن جديد يسعد صباحك أناستاسيا قبل ما نتحدث عن الجائزة وأكيد رح نتوقف عند هذا الموضوع بعد المباركة طبعا ولكن لأجل سياق الفقرة بدي أكمل من حديث اللي عم بتفضل فيه لؤي وبدورك ككاتبي ورسامي لقصص أطفال تعي نشوف من وجهة نظرك ومن خبرتك في هذا المجال شو هي العناصر اللي بتشوق طفل كيف أنا اليوم بقدر أجذبه للكتاب والقراءة في ذلك كل هاي المغريات والفيديو وكل يعني باقي الأمور اللي بتشوقه يمكن أكثر بداية شكرا لكم أنا بحب أأكد أو أحكي أني أنا كتير باتفق مع الأستاذ لؤي بصراحة مع وجود كل المغريات اليوم صعب ممكن أحكي أنه صعب جدا أو منواجه صعوبة كبيرة في قناع الأطفال أو إرشادهم أو توجيهم لعالم الكتب بأعتقد أنه البيئة إلها دور كبير الأهل البيئة المحيطة بالطفل الأصدقاء الأماكن اللي بروح إلى هالطفل النشاطات اللي بشارك فيها إذا الأهل أنا بلاحظ أنه إذا الأهل بحبوا الكتب وبيهتموا فيها فالطفل لابد يعني أو أنه تلقائيا برضو رح يهتم بالكتب إذا الطفل بشوف الكتب من زغره بصير عنده اهتمام في أنه يكتشفها وأكيد كمان العامل المهم أنه إحنا نوفر له بعمر صغير الكتب اللي هو ينجذب إلها اللي تجذب اللي تجذب اهتمامه وتجذب نيوله ويعني يتحببه بهذا العالم جميل برأيه أوكي فضله لا لا ما كانش قصدي أسكتك عم بحكي إنه جميل اللي عم تحكي المضمون جميل أه تسلم في أدب الأطفال كتير مهم إنه إحنا نلامس اهتمامات الطفل أو نحكي عن المواضيع اللي بيهتم فيها الطفل أو إنه الكتاب يلامس كمان خيال الطفل وهذا بصراحة إش كتير صعب مش سهل إذن في الحديث يمكن عن نماذج بتتجلى فيها هاي المضامين أو نقاط اللي عم تذكريها أناستاسيا كمان خلينا نحكي عن الكتاب اللي أخدتي على الجائزة كأفضل إخراج لقصة أطفال أو كتاب أطفال عم نحكي صحيحيني إذا أنا عم بحكي اسمه غلط كوزي اسم الكتاب اسم الكتاب كوزي كوزي أوكي كوزي شو الكتاب عن شو بحكي الإسم كثير مهم كمان نحكي عليه شوي غريب شوي مش مفهوم كمان طيب خلينا بداية نبدأ من الاسم بما أنه الكل بيسألني عن الاسم صحيح الاسم أنا جبته من كلمة روسية الكلمة هي كوزيا وهي كلمة كتير قديمة يعني كلمة مش مشتخدمة اليوم ومعناها ضيف بيستخدموها لتسمة الحيوانات الأليفة يعني كتير من لاقي بسس في روسيا اسمهم كوزيا أنا لأنه أنا والدتي روسية وكان عندي وأنا صغيرة كان عندي بسة صغيرة وكان اسمها كوزا والقصة إلى حد ما بتحكي وقائع حقيقية يعني صارت معي بطفولتي بتحكي عن فكرة الفقد أو الفراق بحياة الطفل البطل أو الطفل اللي بالقصة بيخسر هاي البسة بيفقدها بتطلع من البيت وما بترجع فهون بصير عدم الاتزان عدم الاتزان بالقصة وبتحاول القصة تعالج هذا هذا عدم الاتزان وترجع تعيد تعيد للطفل اتزانه النفسي والعاطفي يعني ترشده لطرق أخرى أو أنه تعطيل تمنحه الأمل إمكانية الاستمرار من الحياة وتشاف أشياء جديدة أخرى بعد ما بيمر بهاي الحالة الحزينة أو الصدمة أناستاسيا ابقي معنا بإذنك نرجع لأي لأي من يعني حديث أناستاسيا من القصص اللي معنا بالستوديو ومن الجائزة كمان اللي حصلت عليها كيف منقدر اليوم يعني سنستعمل الكلمة نقيم مش مهم منقدر نقيم كل فكرة التجربة العربية لأدب الأطفال لقصص الأطفال وقديش مهم نكون حذرين بهذا الموضوع وهاي يمكن المرة العشر تلاف اللي أنا بذكرها حتى الشخص يكون مهني لأنه الكلمة وقعها وتأثيرها على خيال الطفل مختلف عن خيال البالغ صحيح في اللحظة اللي بدنا نحكي عن العالم العربي مهم جدا أنه نفصل بين المناطق لأنه في كل منطقة تطور أدب أطفال مختلف تماما في واقعنا المحلة في الداخل للأسف أدب الأطفال بعده في بداياته يعني والشغل عليه بعده مش كفاية مهنة وإحنا شوي شوي بنحاول نطور الطريق إذا بدنا نحكي مثلا عن رمالة عنا مؤسسة تامر اللي هي من أفضل المؤسسات اليوم في كل العالم العربي في أدب الأطفال يعني عكد ما إحنا كراب في أدب الأطفال فيه بعد جدا جدا كبير بين بين رمالة وبين الناصر للأسف طبعا فيه فجوة فيه فجوة فيه فجوة إذا بدنا نطلع كمان على العالم العربي أشمل بنلاك في في لبنان فيه تطور جدا جدا رائع من دار الخيات الصغير دار الحدائق فيه دور نشر جدا جدا مهنية أو مثلا دار السلوى في الأردن بنلاكي دور نشر مهنية اللي بتطلع أدب جدا 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 راقي ممكن يتحدى أدب في كل العالم ويترجم لكل لغات في العالم لأنه أدب قيم أدب جدا جدا نوعي ومنيح أدب اللي بيحترم الكلمة أدب اللي بيحترم الطفل اللي بيكرأ في الكصة أدب اللي بيحكي مع الطفل في لغته وبيحترم العقل تبعه مش مجرد إنه يلا بدنا نكتب قصة أطفال مشان نبيعها أكثر أو مشان نعلم الطفل شغلة صغيرة لا أكثر بدنا نحكي له قصة فيها قصة لأنه قدرة التقبل يمكن عند البالغ أكبر للأشياء المختلفة الطفل يأخذ هذا الموضوع يأخذ هالكتاب يأخذوش بزده وحسب شو بيحس معه حسب قدش بيتواصل معه وأوقات في عنا أفكار مغلوطة وخاطئة أيضا عن ربما وعي الطفل إحنا دائما هيك نضطر إنه إنه لطف الأمور ونتعامل مع إنه كوتش موتش هابوزبطش مع الأطفال اليوم الأطفال بيفكروا بقضايا يمكن بكتير أعقدن اللي إحنا منفكر فيها بشكل يومي لؤاي من 44 يوم أنت عم تقدم توصيات كل يوم كتاب نحو مئة كتاب رح نأخذ في نهاية الفقرة الكتاب 45 التوصي الخمسة بشكل حصري والتوصي الخمسة واربعين ولكن بدي أسألك إنه تعرف شغلي شو هي أبرز الشغلات اللي خلتك تعطي الناس توصيات على كتب معينة شو هي المعايير اللي بتعرف يمكن ما خاطرتش عبادنا وما طلعتش خلال هذا الحوار كثير مرات هيك لما بعمل ورشة عن أدب الأطفال أو بعمل محاضرة كثير مرات بحكي عن كتب اللي أنا بالنسبة لي مفهوم ضمنا إنه الكل بعرفها أدب عالمي ناجح أدب كلاسيكي من الستينات والسبعينات اللي المفروض الكل بعرفوا يعني لما أنا كنت أتعلمها في الجامعة الكل كان يعرفها إلا أنا ففجأة أنا انكشفت إلها فجأة شفت إنه في عنا فجوة إحنا ما بنعرف الأدب الكلاسيكي الأدب النوعي الأدب اللي كثير مهم في العالم والفكرة أجت في التالي كبل 45 يوم نشرت إنه وصلني كتاب اللي أنا كثير كثير حبيته كان كتاب حزر فكر أنا مين وصلني كتاب من الكاتبة أحلام كيال نباني وكثير حبيت الكتاب وكتبت عليه توصية شفت إنه في في كثير متابع على هاي التوصية وناس اللي بدها تسمع بدها كمان توصيات حابين يسمعوا كمان فكررت ثاني يوم إنه أوكي ضايل ثلاث أشهر للسنة فهذا الثلاث أشهر في عندي مئة يوم أتهمها المبادرة بالضبط في عندي مئة يوم فرصة أنا بخدر أحط كل يوم توصية من كل الأدب اللي أنا بآمن إنه أدب نوعي أدب مهم نوعا ما هيك ممكن نبني مستوى جديد لقراءة الأدب الراقي أكثر النوعي العالمي كمان فمن حد ما بلشت يعني صرت كل يوم هيك ألقي نظره على المكتب عندي أشوف أنه أكثر كتاب بحبه اليوم حلا وأحكي عنه جميل جميل جدا حبيت الفكرة نرجع لأناستاسيا قبل الختام أناستاسيا بما أنه عم منشدد كتير وبنحكي قدش فعلا أدب الأطفال إلو ناسه المهنيين وقدش مهم نساهم في تطوير يعني هذا المجال في مجتمعاتنا العربية بحب أسألك على أعمالك المستقبلية وبحب كمان بجملتين تذكري كل موضوع الصعوبات في هذا الانتاج يعني إحنا كنا بالفقرة السابقة نتحدث عن رواي جديدة ودائما في صعوبة بالنشر والتوزيع وحتى الكتابي وهي السيرورة هل الحال شبيه أم أصعب في موضوع انتجات كتب وقصة الأطفال بخصوص مشاريع المستقبلية حاليا نعم بشتغل على نص ممكن أن تكون أكبر شوي عندي يعني بشتغل على نص ممكن نحكي أنه لليافعين أكتر بالتأكيد لازلت بشتغل على نصوص الأطفال بس بحس أنه عشان تلاقي فكرة أصيلة وفكرة جديدة وفكرة تكون عميقة في نفس الوقت الأمر بيحتاج لوقت يعني مش سهل أنك تطلع بفكرة ممكن تلائم الطفال وتجذبه وتكون حلوة وتقدمه إياها بطريقة مبتكرة إيش كان عم فون السؤال التاني؟ صعوبات إصدار ونشر كتب الأطفال لأنه فيه سيرورة يمكن أدق يعني لما عم نحكي على رواي للبالغين يمكن نتحدث عن النص عن التحرير عن صورة الغلاف هون إحنا عم نحكي على رسومات أكثر يمكن بحاجة لتفاعل أكبر شو الصعوبات اللي بهذا المجال بتواجهكو؟ الصعوبات بهذا المجال ممكن أولاً اختلاف الرؤى بين الكتاب مثلاً من الرسامين ودور النشر يعني أني أنا ككاتب ألاقي دار النشر اللي ممكن يعني ممكن أن أتفق معهم بالرؤية حول لصي الأمر هذا تحدي التحدي الآخر اللي هو العثور أو أنه يكون فيه رسام برضو يتفق يعني يتفق روح الرسومات مع روح النص برضو هذا النوع من التحدي لكن برأي التحدي الأكبر هو بالفكرة يعني بالفكرة الأساسية فكرة الكتاب وفكرة النص أنه تكون مناسبة للطفل لأنه في النهاية الحكم الأخير هو الطفل إذا الطفل حب الكتاب الكتاب نجح إذا الطفل ما حب الكتاب فالكتاب بصراحة مش مناسب للأطفال مهما حصل على يعني إشادات ومهما حصل على جوائز فالمهم هو بالتحدي بالعالم العربي بأعتقد أنه إحنا نطلع أو نبلش نكون هويتنا الذاتية أو هويتنا الخاصة بمجال أدب الأطفال برأي هذا التحدي كبير وإشي مش سهل لأنه إحنا يعني صح في التطور عم بيصير بالعالم العربي لكنه إلى حد ما تابع يعني يتبع التطور اللي بيصير بالعالم نعم شكرا فاللحظة شكرا لكم شكرا الكاتبة أنا ساسيا قارواني مبروك مرة جديدة على الجائزة لأفضل إخراج لقصة أطفال عن قصة كوزي واللي صرت متشوئ كمان أعرفك ومضمونها وقصص الأطفال فيها إشي الشيق مضطرة أقول الرسومات اليوم أنا لحد اليوم بعدني بحب وأقرأ قصصات ترفي عفاف ولا بستمتع حتى اليوم في الثنانين اللي بيرسموا على سبيل المثال هذا فن حديث هذا يعتبر فن حديث اليوم في صفحات في الإنستغرام وشبكات التواصل الاجتماعي اللي بتاخد هذا النمط أو هذا الجانر من موضوع الرسم فبالفعل كتب جذابة ولكن أحياناً بيكون فيه مشاكل أنا بفكر بين الكتاب العربي والكتاب الأجنبي فيه فرق على سبيل المثال بحذر فذر يعني لو أنت ما حكيت الاسم أنا كنت بقول أنه نوعية الخط كتير سيئة لطفل على سبيل المثال يعني نوعية الخط ممكن ممكن العنوان هنا مكتوب شوي صغير ممكن بس في حذر فكر فيه فيه أكثر مركبة التركيب في الخصومات في الداخل في الناس ممكن الإخراج نفسه يكون فيه شغلة ممكن فعداش هاي العوامل يعني دقيقة شوي صحيح عملياً إذا بدنا نكارن يعني مصبوط إحنا في الطريق لأنه أدب الأطفال عندنا يصير نوعي أكثر وبتأمل إنه الطريقة تكون أكثر من شو إحنا متوقعين بس عملياً يعني الكتب اللي جبتها هون مثلاً هي أنا اخترتها بالذات لأنها مش كتب في الإنجليزي إنما كتب بيكتر بوكس بسموها من غير كلمات نهائي يعني بس صور حبات 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 الفكرة مضبوط يعني مثلاً هون إذا بدنا نطلع على فلوتسام مثلاً كل الكتاب مبني من الرسومات كل القصة مبني من الرسومات اللي الطفل ممكن يكراها لحاله فهي شغلة اللي كثير كان مهم إلي أحكي عنه والشخص اللي عم بسرد القصة ممكن كمان هو يروح بخياله ممكن هو يكون التشر حلو حلو وممكن يحكي القصة كيف ما بده ففي كل مرة ممكن يحكي قصة جديدة على ذات الرسومات لأي هيكة عشان الوقت دهمنا وقطعنا وقصنا التوصي 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 شكل حصري لصباحنا غير عملياً التوصيات موجودة طبعاً على صفحتي الشخصية وبالإضافة حطناها على موقع حكاية أذكر بس كمان في صفحتك الشخصية لا أيوتاً أحسن لإسم وأضفناها على موقع حكاية فممكن تشوفوا كل التوصيات في موقع حكاية أضفنا فئة مئات كتاب وكتاب ممكن تشوفوا التوصيات هناك توصية 45 نعم توصية 45 أنا اخترت كتاب اسمه الغول كتاب الغول للكاتبة تغريد النجار دار السلوى في الأردن حسب رأيي كتاب جداً جداً ممتع الكتاب بحكي قصة قرية اللي عايشة هيك بخوف ورعب من غول في مرحلة معينة بيجي طفل اسمه حسن الشاطر حسن الشاطر بيجي بيسأل في البلد ليه بنخاف من الغول؟ شو عمل الغول؟ هل أكل أولاد؟ هل ضر البلد؟ الكل بيحكي له لا بس الغيلان بتوكل أطفال إحنا بنعرف هذا الإشي نيم تعرفه ما حدا بيعرف فحسن الشاطر بيكرر إنه يروح عند الغول ويتعرف عليه ويشوف هل عن جد بوك الأطفال ولا لا؟ فالأساطير والأفكار المسبقة هون بالزبط ففي عندنا هون الخوف من الإشي اللي غير واضح الخوف من الإشي اللي إحنا سمعنا إنه بيخوف بس ما بنعرف هل عن جد بيخوف الخوف من خوف غيري من هذا الموت فاللي بيصير عنا هون في القصة إنه حسن الشاطر بيروح عند الغول في البداية بيخاف من الغول بس الغول كمان بيخاف منه وفي اللحظة اللي الغول كمان بيخاف منه بيبلشوا يتعرفوا على بعض وبيكتشفوا إنه كمان الغيلان بتخاف من البني آدمين لأنه الغول عنده عين وحدة والإنسان عنده عينتين فالإنسان بيخوف أكثر والآخر المختلف حبات فالآخر المختلف اللي إحنا بنخاف منه وإحنا بنعرفوش اللي بيصير في القصة في التالي إنه الغول بنضم لالقرية وبيجي بزور القرية وبصيروا أصدقاء طبعا الكتاب مناسب لأجيال خمس سنوات وفوق بيحكي كثير عن الخوف عن موضوع الخوف من المجهول الرسومات كثير كثير حبيتها لأنا كثير عربية الرسومات وعربية نوعية مش يعني مش مألوفة كثير إلنا من كثر ما هي هالكد حلوة أنا جدا جدا حبيتها كثير بوصف الكتاب وطبعا هاي التوصية 45 هاي التوصية الـ 45 شكرا جزيلا شكرا لأي وتد زوروا موقع حكاية وزوروا صفحة لأي وتد أيضا لكل التوصيات بالفعل الكتب الكبار ممكن تتيرهن ويصير بدهن يقروها فكيف الصغار بالفعل شكرا جزيلا شكرا لأي شكرا لحضورك معنا وعنجد أنا بعرف من معرفة كمان ودائرة معرفة أنه في الصعوبة يعني كثير أعطينا اليوم نصائح مهمة للأهل اللي كثير بيوظبوا بيحبوا يسردوا قصص لأطفالهم أطفالهم اشتركوا في القناة